مثال خير اهلا بكم في القناة كل الحاضرين طبعا انا يسعدني ويشرفني ان انا باستضيف الاستاذ منصور النصر علشان يكلمنا عن موضوع مهم وهو موضوع الايمان والالحاد والعلاقة اللي ما بينهم ويعني الموضوع طبعا موضوع اهمية لانه في كلام كتير حوالي الموضوع وزي ما احنا عارفين انه مش بس مجرد كلامه ولكن ده فيه مؤسسات زي الازر وغيره بيحطوا بيعملوا مرفض للالحاد وفيه خطابات مضادة للالحاد واخطابات مرحلة مضادة للاديان فالموضوع يعني اصبح جزء من الحياة السقافية والاجتماعية المصرية الحالية على الاقل فيه بعض الاوساط وايضا مش في مصر فقط ولكن ايضا في المغرب وتونس وحتى في السعودية وفي غيرهم يعني يعني المسألة شاملة للمنطقة كلها زي ما كانت صحوة الاسلامية الشاملة للمنطقة كلها طبعا الايمان لفظ عين يعني ممكن واحد يبقى مؤمن مسلا بنفسه انا مؤمن ان انا اقدر اكتب كزا او اعمل كزا او اشيل مسؤولية فلانية لكن عادتها ان لفظة الايمان مقصود بها اللي هو الايمان بالغيب الايمان الديني مقصود بيه الايمان بالغيب شيء مش شايفينه شيء ده مؤثر في حياتنا وبيتصل بينا او في طريقة لنا الاتصال بيه لو اي شرط مشروط دي مش موجود هيبقى ايمن باش نتكلم عن ايمان ديني الحد ده مسألة مترتبة على الايمان يعني هو انكار انكار الوجود الغيب ده او وجود التدخل الغيبي ده او اعتبره مش مهم ففي معنين احنا عندنا في معنى دقيق الحد اللي هو اي سايزم اللي هو الغاء هزا يعني انكار هزا الوجود بصفة عنه لكن في معنى موجود عندنا من ايام التراث بتاع العصول الوسطى وموجود لحد الوقت اللي هو اي انكار للاديان بتاعتنا اللي موجودة اللي هي الاسلام والمسيحية بيعتبر الحاد سواء الانكار ده له اشكال كتيرة لانه الانكار ممكن يكون ربوبية يعني بمعنى ان الشخص يكون مؤمن او الواحدة او الواحد يكون مؤمنة او مؤمن بانه في اله اه قوة عليا او جادة الكون ولكن اه مش هي بتاعت الاديان يعني الاديان دي لا تمثل هذه الاديان فدي اه بيبتسمى ربوبية في اه ناس مش مهتمة يقولك والله يجايز فيه وجايز ما فيش بس موضوع مش مهم ولا يعنينا ومثلا زي الناس مثلا صصائين لما يعني سئلوا عن موضوع الاديان فقالك ده موضوع ضخم والحياة قصيرة ولا نستطيع ان احنا نتالي المشكلة دي فحنركنها على جنبي يعني وفيه انكار مطلق يعني انكار انه لا يمكن ان يوجد لها او قليلا او ترجيح ايه غالبا ما عندناش اي دليل على وبالتالي فانا مراكي احنا فيش اله الى ان يزبط العكس فممكن يبقى مطلق او ترجيح كل دي انواع لكن كل ده بيتقال عليها عموا الحد في السياقات العربية فالحد طيب الحد بالتالي زي ما احنا شايفين هو شئ سلبي يعني هو ما بيقولش حاجة معينة هو بيمكر شئ ما يعني هو رد على شئ ما مش هو فحد ذاته شئ هو بالتالي ممكن يبقى فيه ملحد مثلا ليبرالي ملحد اشتراكي اشيوعي اه محافظ تقليدي في اه رؤيته الاخلاقية للمجتمع يعني دي فدي ما فيش يعني ما فيش ما فيش عقيدة الحدي عشان نقول النسبة لها انما هي مسألة انكار يعني هو وبالتالي هو نوع من التمرد يعني في مطالبة بالانصياع لفكرة معينة الفكرة ايمانية متشرة دي اديان معينة موجودة في المجتمع الفلاني او العلاني وده تمرد عليه اه بس نوع من الانكار اللي هو مش اه يعني اللي هو اه يعني بيرفض هذا الموضوع اه طيب بالنسبة لو جاءنا نكلم عن انكار الاديان ده اه من امتا طبعا انكار الاديان قديم جدا اكيد في ناس كتير جدا كانت شايفة ان فيه الهة احسن الهة لان البشرية عاشت في فترة الحضارة معظمها في فترة تعدد الالهة الالهة داخل الثقافة الوحدة يعني مثلا الالهة الفينيقية او المصرية او اليونانية او ايها مش هي مش الهة واحدة هي عدة الالهة وبعدين كل الجماعات دي بتتعايش مع بعض او بتقامل بعض. وكل مجموعا دها الالهة بتاعك. فكان الفكرة تعدد الالهة موجود. فكان انكار الهة عموما كان مس忠 موجود. انما كان ممكن لحد ينكر الهة معينة وصالح الهة تانية وعادة بينكر ال Yellow's التانية. وبالعكس ده كان ممكن موضوع يمشي بمنتهى البساطة انه احنا معترفين دي الالهة بتاعتنا ودي الالهة بتاعتكم. لانه اصلا الثقافة اللي بتابل تعجد الالهة veteran حتقبل ان موكي بفيه اليها برضو بتاع اقوان تانية ما يبقاش فيه يا اما احنا ام 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 مش ده بالضرورة يعني بالعكس مثلا في العصر الهلينيستي اللي هو في بعض الاسكندر الاكبر كان ممكن اليها تتترجم لمعضا يعني ده اله زراع عند المصريين وده اله زراع عند اليونانيين وده اله زراع عند المنطين دقيين فيعتبرون كلهم اسامي مختلفة لاله واحد مثلا لان كان الانسان بينظر للطبيعة بيقدسها لانها لطبيعة عقوة منه ومتنوع عكتر منه ومعرفش كانت منين ده هو اللي لقى نفسه موجود في الطبيعة وبالتالي فا يعني فكرة ان انكار قداسة الطبيعة اللي هي اساسا لفكرة التأليهة كان صعب اول خطوة في اتجاه الالحاد هو التوحيد لان التوحيد هو انكار لجميع الاليه وجميع الاديان اللي صالح اليها معين وفقا العقيدة معينة ده غير مثالة انقسامة بقى لشعب وكل او طوايف وكل طيفة تكفر التانية بس نسيبنا بموضوع ده الفكرة في الموضوع انه الاليهة دي يعني التوحيد هو اساس الحاد بمعنى انكار الاليهة لان اول حد عمل انكار للاليهة هو التوحيد نفسه عشان كده حتى نجي واضح خالص في الشهادة الاسلامية لا اله الا الله لا اله اصلا يعني انكار الاليهة جميع باستثناء وحيد الا الله ففكرة ان في يعني انكار الجميع فده خلى مسألة امكانية انكار الاليهة الاخير المستثنى ده ممكن لانه يعني الزحمة تعتعدل لاليهة دي اختفت اه في مصر ظهر طيب لما نجي نتكلم بقى عن الحاد في العصر الحديث الحاد هو انكار الاليهة تماما اللي هو جاي في مرحلة الحداثة ما بعد سيطرت الهديان التوحيدية في الوصول الوسطى ده يعني اه كان اساسا اه تبتدى يظهر اه مع التحديث انه لانه ابتدت الرابطة الاجتماعية معديش بدرورة تبقى رابطة دينية ممكن تبقى رابطة وطنية ليابقى اين مشكلة الاعمى مش انا اه ziękوا انا تبع امة الاسلام السنى مسلا وذي انا تبع امة الاسلام الشيروق فت Lagvre مش عارس ايه طب احنا كلنا كده مسلا ادناء المشرق العربي او اه مصر او كده فذا صارعا اهدئانا دي الرابطة الاجتماعية والانتماء النفسي والروحي اللي بيجمعنا ونحترم أديان بعض ومن هنا بقى تيجي بعد كده فكرة ايه إمكانية طبما كل تعدد الأديان الكتير كمان اللي تعرفت العالم كله البوزيين البوزية بقى والهندوسية وأديان الأفريقية أديان اللي حصر لها أربعة تلاف دين فخلاص طب وش مانا يعني دين معين هو اللي صح حشان تولدنا عليه يبقى هو ايه ممكن احنا نطلع من الموضوع ده أو الكتاب معروف في مصر مثلا اللي هو لما عمله إسماعيل أدهم كتب كتاب كده مش كتاب هو كتاب صغير مقال طويل شوية اسمه لماذا أنا ملحد وده يعني يقبل بأرجحية وترد عليه ببساطة لماذا أنا هو ملحد محمد سريد واجدي وناس تنين ردوا لماذا أنا مؤمن وأشياء مزاقين فكت مناقشة وما طبعا ما أصفرتش عن حاجة اللي جمال حيث صد الملحد والمؤمن صد المؤمن وخلص الموضوع على كده جاءت بعد كده مرحلة تانية دي طبعا كافل مرحلة شبه اللي برالية اللي كانت موجودة بعد كده جاءت مرحلة تانية اللي هي مع صعود اليسار في الأربعينات بقى وما بعدها وكده فبتدى يبقى في مجموعات شعية في مناطق كتير بالزاد في الدول للعربية الأكثر تقدومن زي سوريا والآراء ومصر وكذا وتونس وكذا ببتدى يبقى في مجموعات شعية المجموعات الشعية دي تبنت الماركسية وكانت معظم المنتمين لها ملحدين مش بالضرورة لأن هي جماعة سياسية أساسا فرغم أن الفلسفة الماركسية بتفترض الإلحاد ضمنها لكن مش قضيتها هي الإلحاد فكان فيه نوع من الإلحاد الضمن أن ناس ملحدين ولكن مش قضيتهم أنهم يدوا الإلحاد أو يهجموا الأديان إنما قضيتهم هي العدلة الاجتماعية بقى وتوزيع السلطة وتوزيع السرعة وما إلى ذلك فرغم انتشار الإلحاد في الأوساط الشعية طبعا مش كل الشعيين كان ملحدين كان فيه شعيين مؤمنين بالأديان اللي موجودة في المنطقة عادية ولكن الفكرة اللي موجودة كانت إنه مش قضيتنا إحنا مش جايين علشان خطر نتكلم فيه الأديان والإلحاد وما إلى ذلك إنما القضية هي صراع إنما الإلحاد اللي تظهر في الفترة الأخيرة ده ده مختلف تماما عن الأمليجيز ده إلحاد مقصود لذلك يعني ناس بتدعو للإلحاد وتهاجم الأديان بغلط إظهار إنه مثلا إن الأديان مش صحيحة إن الأديان كذبة إن ده وهم إن ده معتقدات لا أساسة لها أو معتقدات مضرة أو معتقدات مش اخلاقية فيه بقى كتير جدا من أوجه النقل اللي بتوجه في الإلحاد الحديث للأديان وبقى تظاهرة مهمة جدا عشان كده الأذر بقى مختام بيها وبيعمل لها مثلا مرصد وما إلى ذلك وفيه دعاء بيطلع عشان يردوا على هذا الكلام بتاع الإلحاد وهكذا وتغالغل بقى في وسائل كواصل كمها كلها وبقى بتحصل عليها مناقشات إيه اللي خلى الموضوع يبان كده ليه بقت القضية دي مهمة يعني وليه بقى فيه ناس مهتمة أو إن هي تاجل الأديان طب ما هو زي ما بعض المؤمنين بيقولوا طب ما أنت خلاص ما أنت ملحد ما أنت خلاص مش مؤمن ما تخليك في نفسك أنت مش مؤمن بالموضوع ده ما تشتركش فيه وخلاص أنت هي معنا كده لكن الحياة المسألة ما تنشي بالبساطة دي لأنه هو اللي حصل أنه لما الصحوة وصلت لزرويتها وصبغت الحياة العامة بالصبغة بتاعتها وبقتدخل في حياة الناس وتفض عليهم حاجات وبقت مزعجة لأي حد لا ينصع ليه الأوامر بتاعت الشيوخ المتزايدة فده اللي خلني فيه رد فعل عنيف وقوي ضد الإيمان ضد الأديان اللي موجود فده صعود الإخوان وبذات مع صعود الإخوان للسلطة وبعدين ابتدت قطعات من الجماهير مش عجبها وجود الإخوان وطريقة تسلطهم وما إلى ذلك ووجوده هدوم في الحكم وفي عيزين مشهوم أو ظهور داعش بقى وعمليات الحرق والأتل وبعاية السماية وما إلى ذلك فابتده يبقى فيه مشكلة في الموضوع بعد كده ظهر يعني طبعا الحد الحديث ده له أشكالات كتيرة جدا ممكن يبقى فيه نوع من الشحنة من الغضب وهجوم عنيف على الأديان ممكن يبقى ديب نوع من النقد الأديان بأسلوب منطقي وهادي ممكن الاهتمام يكون سياسي أساسا يعني الاهتمام الهجومة على الأديان بسبب ظاهرة الإسلام السياسي أو بسبب الضغوط الاجتماعية لفرادتها الصحوة وهكذا أو إنه ثمنا المسألة عقائدية لا إنه يعني هذه العقيدة قطأ والناس يجب توعيتها لتخلص منها طبعا التقييم العام للنقد ده يعني بيختلف خالص من الناس الناس اللي برا الموضوع طبعا طبعا اللي بيعملوا الدعوة الحدي هما مقتنعين باللي بيعملوه في ناس شايفة إن ده مفيد علشان يكبح الصحوة والارتكابته من كوارث اجتماعية وغيرها وإنه الرضع الصحوة بطريقة دي ممكن يدي فرصة لمعتدلين والمصرحين اللي هما رفضين الداعشية والطبعات العنيفة دي إنه هما بالعكس ياخدوا مسافة ويتم قابلهم على كالقلكة مهرب من الهجوم بتاع الالحاد تقديم الصورة يعني أو إعادة النظر في أو إعادة تفسير العقائد بما يتفق مع العصر الحديث وميبقاش في هذا التناقض الشرس اللي شفناك وفي ناس شافوا بالعكس إن ظهور الالحاد لا دا بيعازز الطاب وحيقوي المتشددين وممكن يؤدي إلى نتيجة عكسية فيعني من جميع النواحي زي ما شايفين الموضوع يعني مركب ومعقد ونأمل بقى أن الأستاذ منصور حيفوكي لنا كل المشكلات دي سواء من حيث علاقة الإمام بالالحاد ولا المواقف المختلفة بالالحاد الحديث أو يعني زي ما حيقصر لنا في المدخلة الطويلة بتاعته ونحن في الانتظار شكرا جزيلا على استضافتي صديقي العزيز شريف أنا أتشرف بيحضوري في هذا القناة وكوني أول هذا حدث تاريخي وأنت متخصص في التاريخ طبعا يجب أن تدون هذا سأدون هذا في التاريخ أيضا يعني هذا حصة طبعا طبعا الموضوع هو كما قال الدكتور هو اللي أنا أيضا في انتفضل أن يتناول الجانب التاريخي لأن كثير من الناس يتحدثون عن الحاد والإيمان لكن بالحقيقة المفهومان صعبان جدا ومعقدان جدا وفيهم تداخلات يعني معقدة لأحد كبير وبصراحة الموضوع ضخم ولهذا لا أدعي أنني سأغطيه بأي شكل من أشكال سأحاول أن نقدم إضاءات حول هذا الموضوع قد يعني أو نقاط أو شذرات حوله السؤال الأول هو ما هو الإيمان وما هو الإلحاد أقول الإيمان بأمر ما هو دائما مسألة فردية في النتيجة وفي المحصلة لكن السؤال الأهم بعد ذلك من أين يأتي هذا الإيمان ما هو مصدر هذا الإيمان كذلك الأمر نفسه يحدث مع الإلحاد ما هي مصادر الإلحاد كيف يتولد في داخلنا هاجس الإلحاد بنظر أولية كلاهما يصدران عن المجتمع أو الجماعة لأننا كائنات اجتماعية بامتياز ولا نستطيع الحياة دون أن نكون جزءا من الجماعة بالتالي الأمر في النهاية ليس فرديا خالصا هنا سأنحي جانبا الجانب الفردي الإيماني أو الجانب الفردي للحادي من الموضوع وتناول القضية في شكلها الجماعي وليس الاجتماعي لأن المجتمعات المتدينة أو التي ما زالت تعيش في خير الدين العميم كما يقال أو يشاري هذا ما زلنا نرزحه تحته السؤال هل نحتاج الأول سأتناول المواضيع متعددة الأسئلة الأساسية سأترحى هل نحتاج الدين أم الحاد والسؤال الثاني سأفصل به هل هناك دين حقا بيننا حاليا السؤال الثالث المهم وهو هل هناك كما أقول الدين حقا وأدعو طبعا بعد ذلك إلى ما أسميه الحاد الحر أو ما يدعو بعض فيه إلى الإيمان الحر هل نحن بحاجة إلى إلحاد حر أم إيمان حر فقرة بعد ذلك سأتناول فيها موضوع أن الإلحاد أكثر إيمانا وصدقا من الإيمان نفسه وأيضا سأتناول موضوع مساوء الدين وأن هذه المساوء هي أخطر بكثير من مساوء الإلحاد أيضا سأتناول موضوع أن الإيمان هو المشكلة وليس الإلحاد وبعد ذلك سأجري مقارنة واقعية بين الإلحاد والإيمان أو بين الملحدين والمؤمنين وأختمها بملاحظات سريعة أولا هل نحتاج الدين أم نحتاج الإلحاد أقول السؤال الدين والإلحاد من أخطر الأسئلة والسبب هو أننا ما زلنا نعيش في غابة الدين والشياطين والآلهة والجن والجحيم وغيرها ما زال الناس يعبدون هذه القصص وهي جزء من تكوينهم الكامل وما زالوا يؤمنون بها وكأنها واقع حقيقي والويل كل الويل لمن يمسوا هذا المكون العاطفي الميتافيزيقي داخلهم وعليه أن مناقشة الموضوع مهمة جدا المشكلة تكمل في أن من يناقش موضوع الدين لا يناقش موضوع الإلحاد أو موضوع لا إيمان والعكس صحيح أي أن من يناقش موضوع الإلحاد لا يناقش موضوع الدين وكأنه هناك هو واسع بين الطرفين كل ما نفعله حاليا كل كلامي سيكون حول واقع الصراع الموجود حاليا بين قطبي الإلحاد والإيمان في عالم العربي الإسلامي وسأركز على هذا الموضوع كل ما نفعله الآن هو أن الملحد لا يناقش موضوع الإيمان وأن المؤمن لا يناقش موضوع الإلحاد بطريقة موضوعية وجادة نكتفي فقط بمواصلة الصراع فيما بين الطرفين ولا نفعل شيئا آخر وهذه أراها مشكلة جوهرية وخطيرة جدا تدل على أننا لم نخرج بعد من الفضاء الديني وما زلنا نتنفس هواء الفاسد الخانق سواء هواء الفاسد للحادي أو الإيمان عموما سأوضح الأبعاد لهذه الإشكالية لاحقا هنا أسأل السؤال المهم أيهما أفضل لنا أو أيهما أخطر هل هو التحررنا التحرر الديني أم التحرر الحادي أقصد تحررنا دينيا أم تحررنا الحاديا الجواب مقدم نقول أن التحرر الديني أخطر بكثير وهو جاري حاليا أي أن علينا أن نخرج من حياض الدين أو حضيرة الدين بالتعبير الديني وهذا هو الذي يجب أن نقوم به أما التحرر الحادي فهو أفضل وبما لا يقاس وأن كان يحمل طبعا مخاطرة كبيرة لأن التحرر الحادي سينتج مجتمعات مفككة أو جماعات مفككة لا يربط بينها رابط قوي ورصين وقابل للاستمرار لكن هذه المخاطر لا بد أن نواجهها وأن نحن نواجهها فعلا من حيث انشطار الجماعات الدينية إلى ما لا نهاية وكل منهم يتهم الآخر بطريقة وبخرى في المخاطر موجودة أنا أقصد بالنهاية أن التحرر الحادي أو تحرر العقل الإنساني من إطار الدين وإسار أسواع أو خروجه على أسوار الدين هو أفضل بما لا يقاس رغم المخاطر الكبيرة لكنها كما أرى مخاطر ضرورية لكي نختبر أنفسنا لكي نختبر أفكارنا لكي نختبر قناعاتنا أيضا طبعا هنا بعض يفوت على الكثيرين مسألة أن قرار الإلحاد مثل قرار الإيمان هنا لا بد أن ننتبه لهذه المسألة معرفيا أن كل إنسان ملحدا أو مؤمنا سهل لا يحتاج عبقرية أو جهد استثنائي لاتخاذ قرارات من هذا النوع مجرد أن تجد ظاهرة لا تعجبك وستجد ألف حجة لإدانتها لهذا نجد أن سهولة الكلام في الدين أو الإلحاد الكل يستطيع أن يفتي في الدين أو الإلحاد ويتحدث رغم البعض يقول لك هي مسألة صعبة لكن في الحقيقة سبب انتشار الدين أو قناعة الناس بالأديان وأساطيرها وقصصها هو لأنها سهلة وقابلة للفهم القبل مختلف الناس مجرد أن تؤمن وانتهى الموضوع أن لا تعمل العقل فالمسألة لا تحتاج جهدا كبيرا شخصيا أنا يعني أشوف قنوات اليوتيوب أجد عشرات بالمئات الذين يتحدثون مع الدين أو ضد الدين طبعا مع الدين بالملايين بالآلاف وهؤلاء كلهم يكتبون تعليقات سريعة مثلا يطلع لك واحد مثل قنابي تلقي مليون متابع لكنه كلهم عبارة عن واحد أو اثنين يعني تقرأ تعليقات هي نفسها لن تختلف وكأنما هم كوبي بيست وذهن مسطح في عملية الاتباع سهلة جدا وهذا هو ما يعول عليه الدين ما يعول عليه الملحط هو أصعب بهذا بكثير لكنه أيضا يستطيع أن ينتقد ويكتب عشرات الكتب عول مساوء الدين ومناقبه أو أضراره السؤال هل ما زلنا نحتاج الإيمان في عصرنا هذا أم نحتاج الإلحاد جوابي مجتمعاتنا المعاصرة لا تحتاج إلى الإلحاد إنما ما تحتاجه والتحرر من ظل الأديان الموروثة الثقيلة على قلوبنا والخروج من حيث الفضاء الخروج حيث الفضاء المفتوح الذي ينتظرنا حيث الخروج حيث الإنسان هذا الذي نجح في عبور آلاف السنوات الصعبة هذا الإنسان الذي تخلص من ما لا يحصى من المخاطر وحان الوقت الآن لأن يتخلص من أدراني الأصور الكديمة التي ما زالت تلتصع به لغة وفكرة وعقلا وحياتا هذا الإنسان خرج من كهوف القرون الخوالي خرج من حالات من الأمراض من الأوبئة التي كانت تفتك في كل شيء ملايين البشر يموتون بسببها من الظلم من المعارك من الخوف من الظلام من اللصوص من قطع الطرق من الحيوانات المفترسة هذا كله يجب أن الآن الإنسان بدأ يخرج من هذا الجو الذي صنع لنا الأديان التي بقيت معنا هذه الأديان هي جزء من هذه الهواجس هي بقايا أثرية ما زالت ملتسقة بنا وعلينا أن نتخلص منها بالتالي الأديان القديمة ما زالت بيننا هذا هو الذي يفجر داخلنا السؤال الإيمان والإلحاق هو الإيمان بماذا؟ الإيمان بالماضي وليس الإيمان بالمستقبل والإلحاق بالماضي وليس الانفتاح على المستقبل معنى معاني كلاهما باقيان في الإطار نفسه لم يخرج عن هذه الأرينة أو الحلبة الرومانية للصراع دائما بين الأشرار والأخيار وهذه المعيارية حسب تعبير دكتور صديقي الشريف دائما يقول هذه المعيارية بالنظرة المانوية كما يقال هذه النظرة المانوية يجب أن نتخلص منها الإنسان وعلينا أن نعرف بأن هذه الأديان التي ورطناها بضمن ما ورطناها من ماضينا هذه الأديان فشلت في مواكبة العصر ومتغيراته الهائلة وقادتها باتوا شطارا فقط في استعباد الناس خشة فقدان سلطتهم وسطوتهم على الناس هذا ما نلاحظه طبعا بعالمنا العربي الإسلامي ورأينا جميعا أن هذه الشعوب بما لا يخفى لم ترتقي بعد المصاف الشعوب المعاصرة الأخرى لا ثقافيا ولا علميا ولا تقنيا السؤال الثاني مالت الرئيس هل هناك دين حقا بيننا؟ قبل كل شيء لا بد أن نعرف بأننا نتحدث عن موضوع الإيمان فبالتالي لا بد أن نتحدث عن وجود ما يسمى دين أو أديان هل يوجد هذا الدين أصلا بيننا؟ الجواب برأيي كلا كل ما هو موجود هو مجرد مؤسسات دينية وتشرف على أو تسيطر على الناس ولديها جوش الفترونية تعمل صالحها تفرط طقوس وكل هذه الطقوس فارغة لا أساس عقلي أو روحي لها لا تقدم شيئا للمؤمنين أو جماعة المصلين إنما تقدم فقط ما يسمع لهم بأن يكونوا مطيعين وخاضعين ومستسلمين وامتثاليين لكل ما يقال كما تفعل الأغنام في حضيرة الرعي مشكلتنا المعاصرة أيضا ليست أيضا في الإلحاد الذي يعتقد نسبة كبيرة من الآن الذين يتبوؤون أو يتولون مسألة التنوير يعتقدون أن الحل هو في الإلحاد أنا أعتقد لا بالعكس الحل هو في معالجة مشكلة الإيمان الذي جرى تجييره واحتكاره لصالح المؤسسات الدينية هذه المؤسسات الدينية بصراحة في الحقيقة هي مؤسسات غير دينية هذه تسمية مزيفة وغير حقيقية في الحقيقة هذه مؤسسات قنعية لأنه كما قلت في البداية لأن وجود دين بالمعنى القديم لم يعد ممكن مش مسألة انتهت الدين ابن عصور مضت يكفي قراءة حادثة دينية واحدة أو حديث نبو الآن يتحججون به ويتكلمون عنه لندرك هذه القضية سندرك إن كان الدين أصبح أو أسأل الآن إذا كان الدين شأن تاريخي فهذا ما نسميه دين الآن ما هو الجواب كما قلت إنه هذا الدين الموجود هو مجرد شعار ترفعه المؤسسات الاستبدادية وهي تبتز من خلال هذا ما يسمى دين تبتز المؤمنين عبره أخلاقيا تبتزه ماليا تبتزه سياسيا وحتى نفسيا هذه المؤسسات لديها جيوش الكترونية تخرج أمامك أينما تذهب حتى عندما تبحث عن معلومة بسيطة في جونجل تجد أن تطلع لك 20-40 قناة بالصفحة الأولى يعني فيرس بيج معناته ها أكو دفع وأكو أكو تركيز وأكو مؤسسات تعمل على هذا الموضوع وأنا متخصص بعضا في مسألة الإعلام التواصلي طبعا هذا الكلام لا يخص الدين الإسلامي فقط بس لكن هو ينطبق على جميع الأديان لكن تركيز الأساسي والإعلام الإسلامي وبعض الأديان الأخرى طبعا المسيحية منعتها بدرجة أقل لماذا؟ لأن الإسلام ما زال يرفض الحدارة ما زال يرفض قيم العصر مثل وفي مقدمتها حقوق الإنسان في مقدمتها مبادئ الحرية والتعبير والديمقراطية وأيضا يرفض هذه النظرة العلمانية للعالم والأشياء وهذه المسألة الأساسية هذه العلمانية أصبحت مسألة لا تقبل النقاش لا أعني العلمانية معناها السياسي أو الحزبي أو التكاتي لا أعني النظرة العلمانية للعالم والأشياء والذات وكل شيء لا أتحدث طبعا نظريا حتى لا أتحدث نظريا أقول ظهور الملحدين علنا وإن كانوا يفتقدون حتى الآن لقيم واضحة خاصة بهم هو دليل ممتاز على وجود متغيرات جدية كذلك دليل على وجود أيضا داخل الدين نفسه نجد بوادر تفكك ديني تعبر عن ظاهرة انتشار جماعات دينية عديدة منها القرآنيين أيضا هناك جماعات تتخلى عن دين موروث وتلجأ للإيمان بدين خاص بها كثير عشرات الناس نسمعهم يقولون أنا لا أمن بكل هذا الموروث أنا أمن بالدين وبطريقة الخاصة الآن الفكرة ما ليس الخاصة بهذا الموضوع أقول بأنه هل أن نحن بحاجة إلى الإيمان الحر أم نحن بحاجة إلى إلحاد حر طبعا هذا الكلام أقول بأنه يعني أولا إلحاد أمر ليس ممكن يعني ممكن أن يكون مصراحة مفهوم موجود لكن عبر التاريخ عندما نفحص للتاريخ لن نجد شعوبا ملحدة هذا أمر غير ممكن دائما هناك شعوب تؤمن بمنظومة منظومة علاقات تواصلية فيما بين أفرادها أولا هذا التعبر عن نفسه عن منظومات أخلاقية كما هو الحال كنفوشية في الصين منظومات تأملية على تقوسية مثل الهندوسية أو منظومات توحيدية على طريقة الإسلامية والمسيحية بالتالي الإلحاد أمر مستحيل لا يمكن أن يوجد إلحاد بالمعنى المطلق هذا أمر غير ممكن لأنه كيف تتوحد الجماعات هذا وفقا لتعريف للدين تعريف للدين أن الدين هو القطيع القطيع البشري وليس القطيع الحواني الذي ينتظن ضمن مظلة منظومة من الألاقات التي لا بد منها لكي تستمر الجماعة ولا لن يستطيع أي إنسان أن يعيش لوحده بالتالي الإلحاد مستحيل معنى الإلحاد أنه لديك إيمان ما لا بد أن يكون لديه إيمان الأقول أن الأديان انتهت بالنتيجة الأديان انتهت بشكلها القديم وليس المعنى أن الأديان لنتظر مرة أخرى الأديان انتهت لأسباب خمسة أسباب مثلا أو ستة أولا لأنها الأديان القديمة مؤسسة على فكرة الجماعة وليس على فكرة الفرد أو مفهوم الفرد هذه الجماعة التي تقيم كل شيء على صالح الجماعة وعلى حساب الفرد وربما تضحي بالأفراد بسهولة أيضا هذا الأديان انتهت لسبب بسيط وقوي جدا أنها فقدت ثقة المؤمنين بها وتجارب كثيرة أثبتت هذه المسألة لم يقدم الدين أي تجربة ناجحة الدين المورف لم يقدم أي تجربة ناجحة خلال النصف قرن الذي مضى مجرد كلام ووعود ولغة فاضة عامة ليس لها تعريفات واضحة لا تعرف ما هو الإسلام لا تعرف ما هو الوحي لا تعرف ما هي النبوة لا تعرف ما هي العقيدة لا تعرف ما الفرق بين المذهب وآخر تجد فقه مجرد يسيطل على الناس وهو بالحقيقة الفقه الموجود هو فقه علماني مئة بالمئة لا يقولون أنه مصادرهم الكتاب والسنة لكن هذه الكثبة أجعل جميعا للتحقق من مصداقية أيضا هذه الأديان فشلت للسبب الثالث هو أنها فشلت بالتأقلم مع قيم العصر المعاصرة أيضا هذه الأديان لم تظهر تقبلا وتسامحا تسامحا حقيقيا مع الشعوب والأديان الأخرى أيضا خامسا وأخيرا عجزت عن تقديم أي مقاربة لمفهوم الحرية الإنسانية أي مقاربة لمفهوم الإنسان ما زال إنسان في نظرها عبدا وهذا كارثة يعني أنا لا أنتقد الدين فقط لأنه بالعكس هذا الدين فشل في أن يرى الإنسان كما هو العصر بأكمله قائم على مفهوم الإنسان والإنسانية فيه إشكالات طبعا هذا المفهوم لكن قائم عليه أساسا بالتالي إحنا مضطرين في رأي الإيمان بأديان جديدة وليس نشر مفاهيم الحادية الجديدة لأن هذا غير ممكن كما أقوله أديان نحتاج أي أديان حرة بنفتحها على نفسها وعلى الآخر كما قلت أنه الأول مرة عبر التاريخ حاجة الجماعات البشرية مختلفة بعضها البعض أصبح أمر لا يمكن تخلي عنه بل لا أصبح رئيس مال المجتمعات المعاصرة هو الفرد والإبداعات الفردية والقدرة الفرد على الاستقلال وعلى ابتكار الشيء يزيد من رصيد الجماعة التي ينتمي إليها أو المجتمع الذي ينتمي إليه الحياة أصبحت متخصصة جداً وكل إنسان له قيمة عليا لا يمكن لأحد أن يتخلى عنها نحن بالتالي بالنتيجة بحاجة إلى الحاد الحر وليس الإيمان الحر طبعاً بتعبير الفيلسوف اللي رأى فتح مسكيني أدى كتاب اسم الإيمان الحر كتاب رأى طبعاً وأنا أقول لا بالعكس نسنا بحاجة إلى الإيمان الحر إنما نحن بحاجة إلى الحاد الحر بالمعنى الذي أعنيه كما شرحت سابقاً هذا الإيمان هو إيمان خاص وليس إيماناً حراً هذا النوع من الإيمان في رأيه لا ثواب فيه ولا عقاب لا جحيم ولا نعيم كل واحد من مؤمن بي يمتلك حقاً في انتقاء الدين الذي يعجبه الدين الذي يختلف عن أديان الآخرين ويرفض أن يكون شبيهاً بدين آخر دين يمكن أن يكون علامة فارقة على كل إنسان مثلما تكون أسماؤنا علامة فارقة علينا تميزنا عن بعضنا البعض كل إسم لدينا كل إنسان يحتاج إلى أن ينشئ دينها الخاص وهذا الدين يجب أن يلحد بكل الأديان الأخرى مع الاحتفاظ باحترامه لها أيضاً أنا أرى بأن الإلحاد هو أكثر إيماناً وصدقاً من الأديان المزعومة الموجودة الآن نجد وفقاً لأي نظرة عامة أن الملحدين الآن هم أكثر إيماناً بأفكارهم من المتدينين أكثر إيماناً بمنهجهم من رجال الدين وطبعاً أقل شراً بكثير من رجال الدين الشر الذي ينتجه ويفرزه رجال الدين شر عظيم حتى الشيطان يحسدهم عليه أكاد أقوله والسبب هي يعني ما يحتاج نساء عصرنا هذا بحياتنا رأينا الكوارث التي سببها رجال الدين لماذا الملحدين أكثر إيماناً وصدقاً في رأيه؟ لأنهم صادقين عانوا كثيراً وكانوا من أبرز لحياة الدين وبالتالي يجب أن نتضامن معهم بدلاً من أن نتصدى لهم أنهم رغم نقدي للإلحاد أنه لا يقوم على ربع ذلك أتحدث عن نقدي للإلحاد لكن هذا لا يمنع من أن نرى الأمور بعين مفتوحة خارجة يعني نزيح التعاطف جانباً الآن أو النقد أو التصدي أو الكراهية الأديان الموجودة أو الملحدين علينا أن نزيح كل شيء لأنه هدفنا هو ليس الإصلاح هدفنا أن نرى الأمور بتجرد وبدون حساسيات والفعال زائد كما يفعل رجال الدين وأعدائهم نجد الملحدين الآن أتهم مميزات ممتازة أنهم يتبعون إيمان حر نقي متحرر من التزامات الدين وطقوس الفارغة من المعنى في المقابل نرى رجال الدين متحررين أنفسهم من قيمهم الدينية المؤلنة كلياً تجد أديهم الأموال والحسب والنسب الملحدين الآن أكثر إخلاصاً وعطاءاً ونزاهة ورغبة في تقديم ما ينفع الناس في المقابل نجد عنجهية وتسلط لا حدود لهم من قبل رجال الدين والحاشية المرتبطة بهم نجد الملحدين الآن أكثر فهماً لمشاكل الدين وإدراكاً لتعارضه الصارح مع الواقع وحاجات الواقع وحاجات الناس في المقابل نجد جهل واتباع أعمى لكل نصوص الدين الموروث ومساير الشبه مع دوم المتغيرات الواقع هؤلاء ما زالوا يعيشون في القرون الوسطى ويرغمون الناس على أن يكون رازحين في تهو في القرون الوسطى الملحدين الآن أكثر تضحية وإيثاراً ورغم أنهم يعانون الأمرين بدءاً من الحرمان الاجتماعي وانتهاءاً بالقتل والتصفية الجسدية أو في أفضل أحوال تشويه السمعة وقطع الأرزاق في مقابل الملايين التي يكسبها رجال الدين وهذا أمر لا يخطى على أحد الملحدون واللادينيون أصدق بما لا يقاس ولديهم على عكس رجال الدين قدرة على المراجعة والتصحيح والتطور الملحدون يقدمون تصورات جديدة دائماً يقدمون إرساء قيم وينتجون أو يخترحون السياسات قائمة على أسس أخرى غير الأسس الدينية التي تكاد تفتك في كل شيء يفتك في كل شيء في حياتنا لكن هذا التصورات الجديدة للملحدين ما زالت قاسرة من وجهة نظري فيما بالمقابل أيضاً لا يقوم رجال الدين بأي جهد للتصحيح أو المراجعة مجرد ينشرون الأكاذيب والادعاءات بل أنهم عاجزون تماماً عن هذا حتى لو شاءوا أي أنهم لا يستطيعون الإصلاح لأنه ثمنه باهم جداً لو أبسط أنوا على الإصلاح لا يستطيعون أن يقومون بها للحادة الجديدة أو الملحدون الجدد أو للحادة الجديدة لا يقوم على مصلحة الله أو الدين إنما يقوم على مصلحة الناس للناس الأولوية فلا توجد بعد الآن لسنا بحاجة لأي مرجعية لاهوتية لأي شيء المرجعية الأساسية هي الناس ومصالحهم وضمان حقوقهم واتحادهم وتوحدهم على أسس جديدة واقعية أقول أن مساوى الدين كما نرى أخطر بكثير من مساوى للحاد خاصة لأنه نعيش الآن في عصر العلم والكشف عن الخرافات الدينية المشكلة صارت وين لأن الدين الآن في مأزخ كبير كارتي لأنه لم يقدم أي شيء مجرد الدعاءات وكلام وغيوم لغوية وعبارات غامضة لكن يطرب لها الأتباع لأنهم لا يسمعون عيرها يعني هو من طفولته يسمع هذا الكلام ترداد نفسه يوميا يوميا أصبح مؤتادا عليه ويضع اللايك ويتبع الكهنة كما تتبع الشات راعيها أصبح الإلحاد من النتيجة أو ما يسمونه الشبهات الملحدين أصبحت آخر سفينة لنجاتهم وخاصة من الإخوان والسلفية والجعفرية والمتعصدين الدينية بشكل عام هؤلاء أصبحوا يبررون من خلال الإلحاد وبحجة الإلحاد كل ما يفعلون كل النهب والسلب والتشويه الذي يتركبه بحق الناس والسبب واضح لأن الدين والإيمان الديني يعتمد على الانفعال يعني المشكلة ليس فقط بالدين هو جوهر الدين هذا يقوم على الانفعال والتحشيد القطيعي لهذا يحاول أن يرفع من شأن الإلحاد ويهول من شأنه ويحاول أن يقول انظروا هذا الإلحاد ومالحدين انتبهوا يا ناس نحن الذين سننقذكم من مساوى الإلحاد طبعا هذا الإلحاد بهاي طريقة رح يمنح لهم هدية مجانية الحال هو أن المتنور أو التنويري لا يضع نفسه في هذه النظرة الميارية للأمور أن لا يريد يسر مرهد حي يسر مرهد لكن علي أن لا يفطن إلى أن الموضوع أكبر من مسألة الإلحاد وأكبر من مسألة الدين نحن الآن نعيش في ظرف مختلف لا علاقة له بالإلحاد جوهريا ولا علاقة له بالدين جوهريا فبالتالي السقوط في هذا الموستقع هو أيضا عودة إلى الماضي وعليه أقول أن الإيمان هو المشكلة وليس الإلحاد كما قلت أنه كلاهما ينطلقان من مستوى نفسه يعني أنا رؤى شو بنا الحقيقة نضحك على أنفسنا باستخدام مصطلحات الإيمان والإلحاد يعني مجرد محاولة تفسيط الأمور وجعلها بهذا الشكل يعني لا أرى أن فيها استسهال مخل فقط لكي نرتاح ذهنيا ولا يهم بعد ذلك ما يجري كل واحد ما عجبنا يقول هذا ملحد هذا مؤمن هذا كذا هذا كذا يعني copy paste مجرد أحكام قطعية وعمومية جاهزة الملاحظات باختصار أولا المشكلة الكبرى في كل موضوعات الإلحاد والملحدين وأنا أعتبر نفسي وجهة نظري بالإلحاد أنه مؤسمين اختزالة الإلحادي الملحد دائما يصور لجميع بأن المشكلة تكمن في الدين فقط تركيزها بأكملة موجهة نحو الدين المسألة هي الدين هو أيضا إفراز يعني هي المشكلة الدين إفراز من الواقع ولا يمكن فصل الدين عن الواقع والتاريخ والسياقات الزمنية والمكانية والاجتماعية الدين هو نتيجة نتيجة لهذا الصراع أو هذا الاحتدام والتداخل الطبقي والتداخل المكاني والزماني والسكاني والإثنوغرافي والسوسيولوجي كل شيء به الملاحظة الثانية أن الإلحادي يفتقد العمق الفكري ودائما يقدم أو يعتس اتجاه محافظ أخلاقي مثالي الواقع البشرية هي الأساس وليس الدين علينا أن نتذكر أن المسألة ليس الدين كما قلت الدين هو إفراز لكل ما يحدث داخل المجتمع لكن هذا الإفراز قائم على أسس قائم على مصادر قائم أكوناك دوافع وعوامل تؤدي لهذا الواقع البشرية بالتالي هي الأساس وليس الدين الدين هو مظهر من مظاهرها فعليه أن أنا أعتبر أن الأغلبية تركز على مظهر الواقع البشرية وهو الدين ويهملون جذوره وأسبابه أيضاً مشكلة الملحدين هي عدم اهتمامهم مثل رجال الدين نفسه تقريباً لا يهتمون بمسائل الفقر والظلم والإذلال أي ما يقف كل هذه الفضائع التي يستنكرونها هما يستنكرون جزء كبير من أتهم نسبة كبيرة من أتهم يستنكرون الفضاء التي تتم بإسم الدين لماذا؟ لأنها بإسم الدين لأنه كل تركيز على الدين فقط وكأن لا شيء آخر غير الدين وهو عدوه اللدود الوحيد أيضاً لا نرى لديهم توق إلى عالم أفضل لا نرى مثلاً لدى الكثير من الذين يتبنون خطاب للحاج أو يتبنون خطاب التصدي للدين والموروث أنا كما قلت ذكرت محاسنهم لكن الآن أذكر مساوئهم وهي أنهم لا يحملون من يقرأ لهم أو يتابعهم أو يشاهدهم أو يسمعهم لا يفعلون كما يفعل مثلاً نيتشا أو سارتر أو شوبنهاور يعني لا يدعون الناس إلى الاعتراف بعبثية الحياة ولا جدواها وضرورة البحث عن المعنى المعاني الجديدة بدلاً من التورط بحروب المعاني التي خرطتها شعوبنا سابقاً وخاصة حروب الأديان الأديان كلها تحارب من أجل المعنى وتقول أن المعنى الوحيد هو الذي أنا وجدته وكل من عدايا هو كافر وباطل وملحد الاعتقاد بي ما كنت أدي فكرة بعد تسييس الدين والتدين السياسي مثال الحجاب مثلاً يعني أنا عندما أنا الآن أصبح الديني سياسي والسياسي ديني وهذا الخلط هو خلط تشوش بذهن الناس ومثال الحجاب مثلاً الحجاب تم توظيفه السياسي لكن دينياً لا أصل له حقيقي الحجاب هو حجاب إلى علاقة بالستر بين النار وليس على الرأس فهذا أنا لا أريد أن ناقش المسألة الفقهية لأنه ظهر من الخارج أنه كيف تحول السياسي إلى ديني وديني إلى سياسي وكيف من جهة الأخرى كيف تم فرض الحجاب وعلى الجميع وهذا هو ما أسميه تحويل الديني إلى سياسي عليه أقول نحن كائنات أخلاقية تطورنا بفعل رغبتنا بالتعاون مع بعضنا أو حاجتنا للتعاون حاجتنا الأساسية للتعاون وإلا الآن مثل الآن عندما نشترك في بعض أنا وصديقي شريف يونس عندما نشترك في بعض ونتناقش وبيننا مسافات وآلاف الكيلومترات وهناك أناس يجهزون للإنترنت هناك أناس باليوتيوب يطلعون مشاهدنا هذا كل نتاج الحاجة للإنسان للتعاون ولم يحدث كل هذا إلا نتيجة للتعاون الأديان تدمر هذا التعاون المعاصرة تدمر هذا التعاون وتفسد هذا التعاون وتجعلنا أعضاء غير فاعلين في الجماعة البشرية لهذا السبب نحن فشلنا جزء رئيس من فشل مجتمعاتنا هو تمسكها بالدين أدران الماضي وأقدر هذه الأدران هو الدين الموروث لهذا نحن لم ننجح بامتحان الإثار والسخاء والعطاء حتى الآن دائما لم ننجح أيضا بأبسط الببادئ الإنسانية يعني كان سابقا ممكن نقول أنه التعاون بين البشر جميعا مسألة مستحيلة لا يمكن أن نتعاون عدد هائل من الجماعات فيما بينهم دائما هناك شحة في الماء والكلأ كما يقال في الموارد فبالتالي كان لابد من أولويات أولويات جماعتي على جماعات الأخرى ولا بد بالتالي أن تظهر عديان أنصرية أو تصنع وتعتاش على الكراهية وعلى الحقد الذي تمارسه ضد الآخرين والآلهة بدليل الآلهة التي تصدر لدينا هي آلهة توحيدية يعني أقصى أنواع الآلهة التي خرجت لدينا هي آلهة توحيدية عندما تقول لك يهوى يهوى وهذا الوحيد الإلهة المنطقة أو الجماعة مالتي وكل إلهة آخر لا أعترف به وأعتبره عدوا وأحتاج إلى قرابين لكي أضمن ولاء جماعتي الله بالنسبة للمسلمين هو الله التوحيدي الذي يجمع قبيلة المسلمين فيما بينهم أما كل ما عداهم فهم ناس لا علاقة لهم بما يجري أيضا يعاني الملحدين أو اللادينين من وهم الموضوعية هذا دائما يعتقدون بأنه موضوعيين جدا ويقولون الحق كما يقوله رجال الدين يعني لم نختلف الأمر بالنسبة لهم علينا عن لأنه هو ورط نفسه دخل في صراع مع الدين وفي الحقيقة يجب أن يرتقي ويعلو على الدين ولكي يرى بشكل أوسع وموضوع أوسع لا يسقط فيها الروح المانوية أو المأيارية كما يقول لدى صديقي الشريف هذا الموضوعية أو أهم الموضوعية يقود لا دينيين يقود أصحابها إلى الوقوع في أوهام عميقة لا واعي كما قلت الإلحاد بسيط حاله وحال الإيمان ولا يملك عقلا أو عمقا فكريا كافيا مثله حاله وحال الدين الدين دائما يقوم على أسس واهية ميتافيزيقية غامضة أسطورية وكلها تصدر عن تولد داخل الجماعة حسب الانتماء وهذا حسب الانتماء يولد انفعال وغضب ورغبات مثالية أو أجوانية تديم أواصر الجماعة البشرية هذا كلها آدت لنا إلى صورة إلى خلق صورة لله حسب ما يقلها أن الكهنة والدجالين صورة مضطربة إله لا تعرف ما هو لا تعرف ما هي فائدته موجود مجرد اسم لا تعرف ما هو ما هي فائدته صورة مضطربة وحال الصورة لم يطوروها بأي شيء من أشكال ما زال الإله نفسه وكأنه مجرد يعني صورة من صورة الشيخ القبيلة أو ما يسمى خليفة كل ما يفعله رجال الدين بتصوير صورة الله أنهم يشوهون هذا الصورة بتصويرها بصورة الماضية البشري ما زال هذا الإله يطلب الطاعة فقط وكأنه شيخ عشيرة قديم ولم يفكروا لحظة بالخروج عن ربقة النص أو زنزانة النصوص التي يعتبرها فيها كل الحال والعقد الأمر المهم الذي يشير أن مهاجمة المتدينين يزيدهم تطرفا عندما نراقب تاريخ الأصولية والأصولين نكتشف هذه الحقيقة كلما هاجمت الأصولين والمتطرفين والمتدينين كلما أزدادوا غلوا وأزدادوا شرا وهذا بالعكس يوفر لهم الجانب العنيف الذي يحتاجونه أنا عندي محاضرة أن العنف جوهر الدين وليس العكس أن العنف ليس الدين هو الذي يولد العنف إنما الدين هو مصدر العنف وبالتالي وجود الدين هو لمأساسة العنف مثل ما هي الدولة لمأساسة العنف كما يقول ماكس جيبر المتدين يعتقد أن هناك بابا واحدا للحقيقة وهذه مشكلة انتقلت وأصابت الملحدين لأن الملحد غالبا أو اللا ديني هو خارج من ربقة الدين فيبقى دون أن يشعر في هذا الهاجس بأنه امتلك الحقيقة عندما يخرج ولكنك شفت الحقيقة أن كل الحقيقة كانت مزيفة لكنه لا يشعر بأنه يصرف في حقيقة أخرى أو وهم الحقيقة الأخرى وهكذا المسألة تبقى رجراجة وعليهم أن يدركوا هذه المسألة الحقيقة هي نفسها يعني أيضا تقوم على الإيمان والحاجس حتى الحقيقة العلمية يعني لا يمكن أن الحقيقة العلمية ليست مطلقة عندما يقول لك هذه المهمة حتى الموضوعية لا يوجد شيء مطلق دائما كل شيء يقوم على الإيمان والحاجس لكن هناك قدرة على التجريب والتجربة المحاكمة الأخلاقية بالتالي على المتدينين وعلى الدين هي لا تنفع وبالتالي لن تقدم لنا خطاب إصلاحي وأيضا يبقى الملحد أو اللادين يدور ضمن دائرة الأخلاقية نفسها التي خلقها الدين بمعنى أنه يعترف بوجود مفاهيم مثل مفاهيم الصدقة والكذبة والأمانة وعكس الأمانة يعترف بالفضيلة وعكس الرذيلة يعترف بالشجاعة والجبن بالقداسة والدناسة بالحلال والحرام لكن يحاول الخيانة والبراء هذه كلها تنتقل لا يطور قيم جديدة وهذه مشكلة الملحدين أنا أقرأ كتب طويلة عريضة لكن محاكمة أخلاقية لن تؤدي إلى نتيجة ولا يفضلون إلى المشكلة الأخطر وهي أن عليك أن تكون لا بأس كن ملحدا كن لا دينيا كن ما تشاء أو كن متدين لا بأس لكن قدم لي رؤية فلسفية أو معرفية تحلل هذه المفاهيم الأخلاقية التي يعتمدها هذا النص الديني أو ذاك هذا اللي نحتاجه الآن ما نحتاج واحد يأتي على ممكن يكتب لك خمسة آلاف كتاب لن أتوقع عن مساوى الدين ومثالبه طبعا طلع لك مساوى بالعكس هي هو المحل الدين هو هذا المساوى هو الشر الذي يزرعه الدين هو الذي يؤجب الناس بدليل البقاء الدين ونجاحها على مدى خمسة آلاف عام الدين لم ينجح لولا الشر الذي فيه لولا السوء الذي فيه لولا أن أدام الأخلاق الذي أصاب الكبار القائمين عليه من صغار الكهنة لأكبارهم هؤلاء جميعا هم الذين سببوا نجاح الدين الناس تتبع الدين لأنه شرير هاي الحقيقة شرير الدين شرير ويمارس الشر والأدوانية والعنف وهذا ما يجب البشر بدليل استمرار لحد هاي اللعبة هذا الدين يجب أن نتخلص منه هاي الفكرة وأختم وشكرا جزيلا عندي كثير من الكلام لكن أعتقد طوالت بما فيه الكفاية شكرا يا أستاذ منصور على هذه الوكبة الداسمة اللي انتهى لنا وفي الحقيقة يعني أفكار كتير يعني لا تقال عادة أو يعني مش متدولة ومش معروفة ومش منقولة من كتب بشكل مباشر وطبعا يعني تستحق كثير من المناقشة وهنا حاول بس أقدم مجموعة من التساؤلات لتوضيح رؤيتك بشكل أكتر فيما أظنني يعني أنت في موقف أساسي مش واضح اللي هو من جهة الحياة في مشاكل ومن جهة الإيمان الموروث والدين اللي جاي من الوصول القديمة في مشاكل فإذا كانت مجتمعاتنا مش محتاجة للحياة بل محتاجة زي ما أنت قلت للتحرم من الأديان هل مقصود بده نوع من الإصلاح الديني يعني هل القراءة الجديدة للأديان بما يتفق مع قيم العصر الحديث هو ده المقصود بالتحرم الديني هل دين فقط يعني وبعدين هل الدين من الأساس كان مجرد جاي من الخوف من الطبيعة يعني لما كان الإنسان عاجز عن أنه يتعامل مع الحيوانات المفترسة ومع الظلام مع مع لكن يعني من ناحية أنت قلت الكلام دو ومن ناحية تانية اتكلمت حوالين أن الدين هو الجماعة فهو مش وضح حلوة لتنين ولا فيه واحد أساسي واحد ثانوي ولا إيه لقاء هل هو حاجة هل دين له علاقة فقط بتخلف الإنسان أو عجزه في مواجهة الطبيعة أم أنه هو نوع من الرابطة الاجتماعية أم هما الاتنين من ناحية تانية يعني مش عارف هل يعني لما انت بتكلم حوالين أن الدين الحالي هو دين قاهر مؤسسي أو يعني هي مؤسسات قاهرية بتفرض عن ناس حاجة وخاليا المختار وبتقول إن دي مش أديان فهنا فيه مشكلة شوية لأنه طب إيه اللي بيميز المؤسسات القاهرية دي عن غيرها يعني المؤسسات القاهر كتير جدا يعني وممكن يجب فيه حتى مؤسسات دعائية لأفجار زي مثلا المؤسسة بتاعة جوبلز بتاعة تيتلر في فترة ألمانيا الهتلارية فإلى أي حد يعني المؤسسات الدينية عشان تكون كماية لازم تكون تدو الحاجة اللي هي الدين وبالتالي إزاي أنت بتنفي يعني اللي بتحط نوع من التناقض أو اللي هو الاستبعادي إنه يدين يا إما مؤسسات دينية قاهرية طبما هم أصلا يعني مؤسسات دينية محتاجة دين علشان خطر أو هي تبنت أصلا لأنه الفرد بيدخل بلاي المؤسسة موجودة يعني هو بيبقى داعية أو مثلا قص في كميسة أو شيخ في جامعة لأن المؤسسة موجودة ويشغل فيها دور زي ما أنت قلت يعني يعني أي نظرة لازم تكون تفسيرية يعني بمعنى إنه وجود هذا الدين بهذا الشكل له أسباب فحتى لو أنت هتقول عليه إنه مش دين فهو يعني هو أكيد له أساس قوي في الواقع مش مجرد إنه أجاوب عليها تجاوب على دول وبعدين نكمل لا أنسى يعني أتوقف أنا وأنت أجاوب طبعا فعلا الدين هو بأتبار وطاعة يعني وهذا من تعريفات الأساسية بالدين باللغة العربية هو الطاعة والحكم وحتى من تعريفاتها بالقرآن الكريم أيضا هو الحكم أو السلطة أو يعني الامتثال أو الإدعان أو فرض الإدعان حتى عندما تذهب على العبرية تلقى معنى القضاء يجي بالتالي هو مؤسسة قهرية أصلا لم أعد بجديد ما أقول هو يعني الآن الدين اختفى ولم يعود إلا سوى مؤسسات قهرية اللي يعني بالضبط أن هذه المؤسسات القهرية لا تقوم على أسس حقيقي الأسس التي كانت تقوم عليها اختفت يعني الآن الصورة الإله كما شرت لاحق عن بعد ذلك صورة إله لم تعد هي الصورة نفسها يعني الآن لا يمكن أن تتخيل الإله الإسلامي بالصورة التي كان يراها ابن العصر العباسي أو ابن الزمن الأموي أو ابن البعث النبوي حسب الرواية الإسلامية في مكة والمدينة لا يمكن تتخيل وجود نبي نبي الآن يتزوج تسعة النساء لا يمكن أن تتخيل الإحكام الشرعية الإحكام الدبح والصلح والصلب والجلد والرجم لا يمكن أن تتخيل العبيد فبالتالي لا أقصد الإحكام التفصيلي هذه الصورة هذه المشهد بأكمله الذي سمح بوجود هذه المؤسسات الدينية غائبا هذا التناقض أعتقد الآن ينحى أو سؤال ثاني هل هناك الإيمان أنت رأي بأن قلت إن الإلحاد فيه مشاكل والإيمان كذلك فيه مشاكل قلت إنه غير واضح ما المقصود بتحرر الديني وأن هذا هو أصلاح أنا لا أقصد أن أصلاح الدين لا يصلح نفسه الدين الذي يصلح نفسه يصبح ديناً آخر يعني بالتأكيد لهذا السبب هو سبب الدين الدين يقفل نفسه بنفسه عندما يثبت ويقول إنه هو الدين الصحيح هو بمعنى معاني يغفر نفسه وهذه مشكلة الدين الدين دائماً يقول أنا 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 والباقي كله خس يعني فما لا علاقة يعني وهاي أوكي ولا بس يعني عدو في ذلك الزمن لا بس الدين يعني لابد أن الآخرين أو الجماعة المؤمنين أو جماعة المستنين لابد أن يقتنعون بأن هناك مسألة غير قابلة للجدل ويجب عليهم وطاعة عليهم واجبة لكي تحفظ الجماعة شملها وتديم تديم ديمومتها تطول يعني تستمر في الوجود أو تحافظ على بقائها لكن هذا الإصلاح ما يعني الآن ماذا تصلح والله ضراحة التفكرة من بالي المهم فهذا قصد أنه لا تحتاج تحرر ديني تحرر ديني من ماذا انتهى الموضوع الآن الآن جماعة البشرية لا تحتاج الدين كصور أو فكرة أو توجه يتوحد البشر فيما بينهم على أساسه لأن أصلا الآن فكرة التوحد والتوحيد والتفريق أو فكرة الجماعة واللا جماعة أو التشتت هي فكرة أصبحت أو مفهوم لا ينفع المجتمعات المعاصرة كانت مفاهيم أساسية مفهوم الجماعة مفهوم أساسي هذا ما تيجي حتى كلمة دارما مثلا هي مفهوم الجماعة تيجي كلمة الصورات القوية هي أصلا الصلحة زرادشتي دائما تجد الأديان القديمة تؤكد على الجماعة فكرة الكنيس أيضا أو الكنيسة المسيحية هي فكرة الجماعة فدائما هناك ولاء للجماعة وأهمية للجماعة لحساب الفرد وهذا هو بسبب أو بفضل استمرت الجماعة البشرية وبالتالي لكن هذه المسألة الآن انتهت الآن على العكس تماما فكرة مفهوم الجماعة أو لم تعد لها حاجة مو أنا نظرية نقول إنما الواقع يقول هذا الشي يعني هذا الواقع يعني مو أنا أتحدث أقول إنه هاي فكرة أو طبوح لا فكرة وهذا العلة الكبيرة الآن نحن دمانيج على دولنا وعلى مجتمعاتنا بأكملها هي ما زالت بين الجماعة وبين المجتمع لم نصل درجة المجتمع لأننا رفضنا الحداثة ورفضنا منتجات الحداثة وعلم الحداثة وأسس الفكرة الحداثة فبالتالي إحنا مع العلين مع العل يعني يعني لا هو هو في البرزخ ما زلنا إحنا شعوب برزخية لا هي تعيش زمنها ولا هي تعيش ماضيها العفو يعني بعد ما كشيت طيب يعني هنا بقى في مشكلة لأن لما كلمت عن علاقة الدين بالجماعة وأنه يبني الجماعة لما يبقى كل إنسان حر في تحديد دينه هو بس بيحترم الآخرين هو بيصيغوا بالطريقة لتصور ديني زي ما هو عايز طب ما هو ده هيؤدي برضو لالتفاكك الكماعي إن ما فيش أي حاجة بتجمع الناس مع بعضيها يعني إنت حر وأنا حر وأنت أعتقد اللي أعايز وأنا أعتقد اللي أنا عايز وعلي يعتقد اللي عايز ومحمد يعتقد اللي عايز فايب عندنا تصورات إلى حد ما مش واضح بالنسبة لي الحد بيأخذ المرجعية الدينية وهو في حد ذاته آه سلبي أنا متفق معك بالحكاية دي لكن لحد له كمان جوانب تانية إنه يعني له كتير مثلا من المرحدين اللي موجودين هما بقوا بيتعالوا مفهوم ليبرالي يعني بمعنى قريب من إنه كل حد حر إنه يفكر بطريقة اللي هو عايزة ويقتنع بالعقيد اللي هو عايزة بشرط إنه ما يسببش ضرر للآخرين بس التعاون الجماعة المتزايد أو تعاون المجتمع كله ما هو محتاج محتاج إن الجماعة يكون لها مشتركات خاصة مشتركات يعني تقن للقل بينهم يعني بمعنى إنها حاجة روحية مش مجرد من القوانين التي تصدر وهو المطلوب هو طاعة برضو بس هي الطاعة لا يمكن تكون لوحدها الطاعة دايما بتبقى مسنودة على مجموعة من الأفكار فهي المشكلة هنا فيما يبدو ليا إنه هل يعني هل يعني أنت بتأكد على إنه الإلحاد مش هو الحل لأنه من ناحية الإلحاد سطحي لا يقدم شيئا هو موقف سالبي وبيقول الدين غلط ومن ناحية تانية هو الإيمان مش حل لأن المجتمع تجاوز مسألة القاطية الديني اللي موجود فعلى ماذا في تصورك سيكون المجتمع أو ما هي رؤيتك ليه يعني في حاقتين ليه القديم ما زال موجود وفي نفس الوقت طب إيه الجديد اللي أنت شايف إنه المقصود يكون موضوع الآن الآن يعني الصورة تقدك بعد السؤال لا لا أفضل هو أكو الشؤال مهم طلحت جدا يعني قلت إنه مثلا إحنا إعتبرنا هذا هو المنطلق أو الإلحاد الحر هذا رح يؤدي له مجتمعات مفككة وهذا بالنتيجة احنا ما سونا شيء يعني بعد ذلك يحدث كما يحدث قديما أنه تتحول الجماعات إلى جماعات متصارعة إلى أن تفوز فئة من الفئات وتتحكم بالباقين وهذه المجاميع هي بعد ذلك تخلق سردية ما كما حصل بالنسبة للمسلمين كما حصل بالنسبة للأديان الأخرى خلقت سردية وخلقت جماعاتها على أساسها وأصبح لدينا مسلمين ومسيحيين وكنفوشيين يعني لهذا سبق الفكرة أن الحاج الحر هو الحاج المهم الآن لأنه الآن نحن محاجة إلى إيمان حر والإيمان حر غير ممكن للحاج الحر هو أن كل الفرد يفكر بأن الآخرين هم الملحدين وهو المؤمن الوحيد هذا تصور يحل المشكلة ويحول مشكلة الحاجة إلى الجماعة وحاجة إلى وجود نظام يجمع الجميع تصبح حاجة لها علاقة قريبة مفهوم العقد الاجتماعي أو تصبح الألاقة ليست بحاجة إلى سردية أو أسطورة كما قلت والسؤال الثاني هذا الألاقة قلت أن هذا الإلحاد سلبي وفعله هو سلبي خليه يبقى سلبي آريك بعد أحسن لكن معناتها القصد أنه لا يحتاج تسوي موظومة دينية أو جماعية إيمانية الإيمان لم يعد مسألة ممكن التأسيس عليها ممكن التأسيس على مبادئ علمية مبادئ علمانية أساسية مبادئ إنسانية مبادئ الحريات والديمقراطية موجودة الآن مفاهيم كثيرة جدا تعاوضنا عن الدين تعاوضنا عن الرؤية الدينية للعالم والناس والمجتمعات وكل شيء فهذا عدنا بديل عنها فإذا كان هناك حاجة إنسانية للمعنى وللتعالي الذاتي أو الإيمان بمسألة غيبية أو أسطورية أو سردية أو إنسان طبعا يبقى الإنسان بحاجة لأن يجد له طريقا بين وسط هذا العالم الغامض الصعب لكن هذا الطريق لابد أن يكون ضمن أفق مفتوح وليس ضمن جماعة موحدة ترفع أسوار بينها وبين الآخرين وتحول الجميع إلى قطيع يقتل ويرفض أي شيء يدخل عليها ويرفض الذهاب إلى القطعان الأخرى يعني يرى العالم وفق منظور الجماعات الآن البشر أصبحوا بتقاريبين مع بعضهم أكثر اللي عايش في البرازيل أو بالجهة الأخرى من كل الأرضية تشعر به وكأنه معك ليس كما كان يشعر الإنسان مثلا في بغداد أو في دمشق أو في مدينة مثل حلب يشعر بأن هذه المدينة هي العالم بأكمله الذي يعرفه وكل ما لديه هناك مجموعة من علاقات التجارية مع الآخرين وحرف بسيطة وعالم بسيط اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فيه مساء الواضحة هذا انتهى الموضوع فبالتالي المنظومة الدينية قصد لم تعد تنفع علينا أن نفكك هذه المنظومة ونخرج من أجه إلى رحابة العالم الواسع وسنجي طريقا طريقة لن نضيع وإذا هتهنا خلنتو مو مشكلة إذا هناك طريق المهم نطلع من هذا مكافئ فلاطون الدين نطلع منه وهي تنحل يعني ما في مشكلة طيب شكرا لكل هزي الإدحات أنا بس عايز أقول أنه العقد الاجتماعي لا يصلح رابطة ما بين الناس اه اجتماعيا ما يبنيش العقد الاجتماعي هو عبارة عن اتفاق زي سيب وانا سيب أنا منحق كذا مقابل أن انت منحق كذا ولكن دي مش علاقة دي علاقة قانونية خالصة فالمجتمع ما هوش المجتمع هو أكيد يلزموا قانون وازدهاروا يعتمد على قوة القانون واحترامه ولكن القانون نفسه لازم يكون مبني على حاجات الناس نفسها معتقدها مش بالضرورة الدين ولكن لابد من وجود تصور ما يعني يعني تصور أن الإنسان يجب أن يكون حرا لماذا يجب أن يكون حرا دي اعتقاد يعني والله لو احتكمنا لتاريخ الإنسان لم يكن حرا في مؤظم فترات التاريخ إذن ما هو يعني مش حاجة يعني موجودة جوا كده ولا بلتقين ولا إنت ولا أي حاجة يعني مش 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 منباثقة منه بشكل طبيعي لما تجيب إنسان كده تلاقيه بيوشع حرية وهو بشكل عادي إنما دي الحرية دي مسألة تاريخية فهي الفكرة أن يعني هل أنت شايف أنه فكرة العقد الاجتماعي في حاجزاتها تكفي كبديل ولا إحنا محتاجين فعلا أكتر من كده من التصور السلبي للتحرر ده بسبب زي ما أنت قلت إن إحنا موجودين في كارثة أو يعني إلى حد كبير من مشاكل الصحوة وغيرها وبالتالي فمجرد إن إحنا نخرج ده هو اللي حيفتح الباب لإن ما في بديل هو طبعا العقد الاجتماعي لا عني العقد الاجتماعي وفقا لمفهوم هوبز أو روسو أو حتى من أتى بعدهم لا هو مجرد يعني عادت عادت النظر في مسألة شرائية الدولة أو سلطة الدولة على الأفراد هذا نعيد النظر فيها والنموذج للخدم الإسلامي النموذج الإسلامي والذي أصبح وراسخ في الذهن أو أصبح نوع من البرادايم في ذهن الكائن أو المخلوق بالتعبير الديني العربي المسلم هو يتخيل أنه دائما هذا النموذج السلطة هناك رأس خليفة رئيس قائد بطل قومي همام أو بطل ديني أو هذا النموذج هذا هو النموذج الذي ورثناه على مدى ثلاثة آلاف عام هو هذا النموذج الديني هذا النموذج يجب التخلص منه وليس لأن مجبرين الآن على تخلص منه جربنا كل شيء جربنا حركات قومية جربنا حركات اشتراكية حركات هذا القرن العشرين كان زاخر بهاي الحركات وكلها قادتنا من سيء إلى أسوأ هذا ليس كلام نظري عمليا من سيء إلى أسوأ وآخر ما نمر به الآن هي جماعة الصحوة والتجربة الدينية التي أدت بنا إلى انحطات ما ليس له مثيل على جميع الأصعب هذا يقودنا إلى أنه نعيد علاقة الفرد بالسلطة نعيد نظر في مفهوم السلطة نعيد النظر في مفهوم الدولة ما زالت الدولة بالنسبة إلينا هو نفسه مفهوم الدولة القديمة الذي هو مجرد تداول بين عوائل عندما نقول دالت دولة فلان دالت دولة بني أمية دالت دولة بني العباس هذا مفهوم السلطة بالنسبة لدينا ما زالنا متخلفين جدا عن هذه المسألة ما زال مفهوم السياسة والسياسي لحد الآن مفهوماً مضحكاً صراحة يعني ما معناه أن تكون سياسي تخيل الخير يعني أو تخيل الحمير هذا السياسي بالنسبة لنا ما زال هذا المفهوم لحد هذه اللحظة وموجود ما زالنا متخلفين جداً في هذا المزال حتى مفهوم الصدق ما زالنا ناس فاقدين للقيم ولم ترتق القيم التي لدينا على مرتبة القيم الحقيقية ما زال مفهوم الصدق مزيفاً مفاهيم حتى الأخلاق ليست لدينا أخلاق معنى الأخلاق التي تصدر عن موظومة أخلاقية واضحة وفلسفة قانونية وأخلاقية واضحة ليست رجراجة كما هو حال في مجتمعاتنا لك أعرف الصدق ترى الصدق تقلبه وهكذا تجده كذبا يحرم القتل لكنه في لحظة ثلاثة يعني بالصفحة بالقرآن أو بالتورا أو بالإنجيل تجد هنا يحلل القتل وورا سطرين ثلاثة يحرمه الإنجيل لا ما بهذا الشيء فهذا معناتها أن ما زلنا لم نصل إلى الأمر حية الوعي بضرورة وجود قيم حقيقية وأخلاق حقيقية تؤسس لواقعنا هذا كل ما يصير إلا عندما نخرج من الأفق الديني وندرك بأن هذا الأفق الديني الإيماني أو للحادي هو أفق لم يعد نافع لنا ولم يعد مسألة يعني بحاجة لها فبالتالي لا نحتاج الدين ولا نحتاج للحاد والدين هو أصلا الآن كما قلت هو غير موجود إلا بشكله الهيكلي مثل ما لدينا الآن هيكل دولة مثل ما لدينا الآن هيكل المجتمع مثل ما لدينا الآن هيكل جامعات الهياكل نحن مجرد هيكل شكلية هيكل أخلاقية تجد واقع مختلف تماماً عما نصفه يعني نصف الدولة دائماً بأنها متماسكة لكنها بحقيقة ليست الدولة بالمفهوم الحديث ولا هي ولا الدين هو الدين بالمفهوم الديني القديم الدين مؤجلة لمؤسسات قمعية لا أكثر ولا أقل وما يجري هو مختلف تماماً عن كل ما يقال آسف على طلاق العلمانية تنفل الحرية تكفلها قطعاً طيب يعني ممكن ننتقل للمراحظات اللي ناس بيقولوها ولا يعني المشاهدين اللي معنا ولكن أنا عايز بس أقولك إنه يعني هل ممكن تجاوز الإصلاح الديني يعني إذا كنا إحنا في مجتمعات آآ معظم برغم انتشار الإلحاد وبرغم النقد الموجهة للدين ولكن معظم سكان هذه البلاد هم مسلمين ومسيحيين آآ على طواقف وشي أو سنة وإلى آخره آآ هل ممكن تجاوز الإصلاح الديني يعني هل ممكن الناس يكون عندها تصورات القيم الأخلاقية خارج هذا الموضوع فلو إحنا انتظرنا تجاوز كل من الإيمان والإلحاد والمناقشة دي كلها دي حتحتاج سلحقيقة يعني مش ممكن تكون دي مهمة مباشرة آآ وإذا قلنا إن الإصلاح الديني يجعل دين مختلف طب ما ليه يكون يكون مختلف فعليا ولكن هو نفس الدين زي ما حصل مثلا من إصلاحات كنيسة كاسوليكية أو أو الإصلاحات كناسب البرستانتال الليبرالية الجزء منها الليبرالي يعني من ممكن ده يحصل نفس حيالة ما بتنتقد القومية والاشتراكية دي في الآخر تصورات علمية يعني بتتجاوز بتبني مجتمع على أسس جديدة بتتجاوز المفروض القبلية وتتجاوز الانتماء الديني معنا أن كل السوريين سواء بقى كانوا من أبناء قبائل ولا عشائر ولا أبناء أين كان بقى الأديان بتاعتهم وطائفهم ولكن تجمعهم الفكرة العربية مثلا أو حلم الاشتراكية أو المساواة أو غيره ودي كانت محاولة للتجاوز وفشلها في الحقيقة ده الكلام اللي بيكلم عنه الإسلاميين الإسلاميين بيقولها كالقومية والاشتراكية فشلوا وبالتالي الحل هو العودة إلى لأن دي أيديولوجيات علمانية وإنه لو كانت الأيديولوجيات العلمانية دي اللي فيها شيء من الجماعية فشلت فالفردانية بقى هي اللي هتنفع اللي هي أبعد وأكثر تطورا فإيه رأيك في هذه الانتقادات هو لا فعلا والإصلاح الديني تصلح ماذا وما الذي تصلحه والدين أن تصلحه يصبح دينا آخر يعني لم يفعل شيء المشكلة هي ليست مسألة إصلاح ديني وعلى أساس دعونا نفترض الآن هنا هناك إصلاح ديني لكن هل هناك حاجة لإصلاح الديني فعلا? أنا لا أرى أن هناك حاجة لإصلاح الدين على الإطلاق وبدليل أنه لم يجر أي إصلاح ديني رغم للدعاءات من أيام محمد عبده حتى يوم نهر نجد الإصلاح الديني يعيدنا للدين الصحيح أو الدين القديم أو الدين السلف أو الدين أسوأ من الدين السابق ويقول أن الإصلاح الديني هو في العودة إلى الماضي وليس مراجعة المفاهيم النبوة والوعي والعقيدة ومراجعة مفروب الله ومقراءة القرآن من جديد أو النص المؤسس كل هذا لم يجر أي تغيب الآن زواج أو طلاق بالثلاثة لحد الآن صارهم قرن كامل ينقشون به لحد الآن ما حلوه فبالتالي الإصلاح الديني لا حاجة له ولا توجد حاجات له ما الذي الآن هم مؤسسات قمعية دينية موجودة وشغلهم ما شيء آخر حلاوة ويكسبون بالمليارات وأولادهم في أفضل الجامعات العالمية والناس تحمد وتشكرهم فلماذا يغير؟ ما الذي يدعوه للتغيير؟ في العالم الغربي حدث الإصلاح الديني بسبب متغيرات خير من يعرف بهذه المسألة متخصص بهذه المسألة فخير من يعرف كيف حدث هذا التغيير حدث لأن هناك كان بغض من الشعوب الغربية كانت الشعوب الغربية بحاجة إلى العمل بحاجة إلى أن تجد نفسها الشعوب الغربية خاصة الشعوب الغرب أوروبا التي هي في هولندا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا هذه الشعوب كانت بعيدة عن روح العالم التي هي منطقة الشرق الأوسط وبعيدة عن البحر المتوسط فبالتالي اضطرت أن تكتشف العالم الجديد عندما اكتشفت العالم الجديد تغيرت المعايير تغيرت ظهرت طبقة البرجوازيين وبالتالي أصبحت الحاجة للتغيير حاجة أساسية ليست حاجة ورغم أنف رجال الدين أو السلطات القمعية الدينية والسياسية الموجودة آنذاك ومع الزمن أصبح من الضروري أن يظهر شيء مختلف وعلي هذا اللي أنا أقوله أنه نحن يحتاج أن نفهم بأن الإصلاح الديني لن يحدث بيننا ولا أعتقد أن هناك ضرورة لهذا الأمر أنا ما أعرف أختفى أعتقد صديقي عموما هو هذا الأمر الذي أذكره وأتحدث عنه أن الإصلاح الديني لن يحدث لأن الموجودة الدينية مهيمنة ويزداد هيمنة يوما بعد آخر وهذه القوة التي يمتلكونها الآن تتضاعف لكن هذا لا يعني أنهم أنهم سيستمرون بالاستحواذ على الواقع وعلى مجتمعاتنا واختطاف مجتمعاتنا أو احتلال الشعوبنا دينيا بهذا الطريق الآن يعني لابد أن أشكر الملحدين أو من يتبنون الخطاب للهادي لأنهم كشفوا كثير من الأوراق وهذا لا أعتبره كل ما في الأمر أنا لا أعتبره كافي الذي النقد العميق الدقيق للدين وخطاب الديني في أسسه أسسه هو الأساس الأسسه تكمل في القرآن ومصادر التشيء والدين والمنطلقات الأساسية التي يتحركها يجب أن نناقش مفهوم النبوة خاصة ونناقش مفهوم الوحي ومفهوم الله ومفهوم العقائد الدينية كلها ويجب أن ندقيق فيها واحدة بعد الأخرى دون خشية وبصراحة ومهما كانت العواقع شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات يعني والإضافات أنا بس عايز أقول أنه إحنا محتاجين فعلا يعني متفق معك إحنا عايزين نفهم الدين ونتطوراته يعني أنا شايف أنه في حاجة اسمها في تاريخ للدين وزي ما أنت قلت في مكان آخر يعني أسماء المحاضرة بتاعتك أنه مش ممكن يشوف الدين بمعزل عن سياقاته التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وما حدث من قبله والظروف اللي أصارت عليه وهكذا فهو في الآخر ظاهرة تاريخية فهو قبل لي أنه هو يعني هو بالفعل له تاريخ ما هو الشيء واحد وبالتالي هو يعني له مصار وهذا المصار من الممكن أنه هو يتطور بالتأكيد حيتطور نظرا لأنه مفيش يعني يعني مش ممكن يجمد على شيء معين لأنه هو في النهاية ظاهرة تاريخية ويعني حتى يعني صرف النظر خالص عن مسألة أن الأصل الإلهي أو السماوي اللي دين هو في الآخر وظاهرة إنسانية الناس هي الفاناوية اللي بطبقه اللي تعمل مؤسسات بتاعته وهكذا يعني فمتهيالي أنه مصار المستقبل مش ممكن يكون منفصل عن التاريخ السابق والتطورات الممكنة بما فيها التطور دي نفسه الصديق يعشر اعتقد خليل قد سؤال اعتقد أو بيعرف بيقول أن الدين حاليا بكل التحفظات على خطابه وفكرة هو المصدر الرئيسي للأخلاق بالنسبة للمعظم الناس في مجتمعاتنا ما الذي يمكن يحدث في المجتمع لو نزع هذا المصدر ونحن لم نكون كودا أخلاقيا منفصلا لا لا ده اختصاصك هو موجه لك ده علشان خطر لا هو لا يعني هو المشكلة بيقول هو ده هو ده وعي الناس يعني إذا نزعناه حنجيب كود أخلاقي فجأة حيجي ازاي هذا فرعات غير موجود أصلا لا يمكن أن تنزع كود الأخلاقي المجتمعات تبقى هي دائما إلها عاداتها ولا تقاليدها إلها إرثها الحضاري والاجتماعي وحتى الأسري فلا يمكن أن ننزع من الناس هذا الكود الأخلاقي إنما هذا الكود الأخلاقي علينا أن نعرف بأنه نتاج الماضي ويصير شعور عام بأن هذا الكود الأخلاقي بمليوم يعني بما أثبتته التجارب والواقع أنه هذا الكود الأخلاقي فيه شكالات خطيرة جدين وعلينا أن نكون فقط مستعدين لمراجعة هذا الكود الأخلاقي بكل سيء مثلا الآن علاقة الأب بابنته الأخ بأخته الأب أو الحاكم بالمحكوم الرئيس بالمرؤوس هذه علاقات معقدة جدا أو علاقات استبدادية علاقات ماضوية بتعبير عام هذا العلاقة أصبحت الآن شيء مخجل وعار على أي مجتمع أن تقوم الآن علاقات على هذا الأساس لا تقوم على أساس الحرية وعلى أساس التفهم وعلى أساس التسامح وعلى أساس احترام الآخر ومنح حقوقه واعتبار أن لاحق لأحد بالتدخل بشؤون الآخرين إنما كل إنسان له شخصيته وخصوصيته وله شخصيته الاعتبارية فهذا المسألة هي هي اللي راح تصنع عن الكود الأخلاقي الأخلاق ليست شيئا جامدا وهذه المسألة الأساسية أنه الأخلاق والقيام والقوانين ليست شيئا جامدا هذه الفكرة الأساسية المشكلة للمصيبتنا الكبيرة أنه هناك دين صحيح وهناك كتاب مقدس وكل شيء هناك عدنا عمدة هذا لا تمس كل شيء لا يمسه إلا المطاهرون يعني ما معناه فبالتالي هذه الفكرة يجب أن نتخلص منها لا بس خليتك أنه عندنا قناعة بجستور مثلا قانون على مدى زمن محدد لكن لا بد أن تكون هناك تكسيبولتي مرونة عالية في المراجعة وفكرة وجود كود أخلاقي كود أخلاقي يتغير يتغير نحن كل هذا الموبايل كل شوية يجينا أبديت أبديت يعني كل أسبوع كل يوم وإن ثلاثة يجينا أبديت نحن صارنا 3000 سنة وليس 1500 سنة ما عدنا أبديت وكل من يتحدث يتحدث لك لا هذا كلام الله أنت هل أنت أفضل من الله هل أنت أفضل من النبي وهذا اللغة حايرين بها وداخين ولكم الشكر كمين هل فيها سئلة أخرى في الألمانية صديقتنا عفا بالسيدة أعتقد أنت كلما زادت الأحلاق والقيم الاجتماعية من ناحية وتسيادت القوانين وتشريعات تقلص دور الدين والسلطات القمعية بضرور يعني هو يعني هو الدين هو يقول لك هاني حتى القوانين والتشريعات هي مشكلة الدين لا يفهم هذا الكلام بأكمله هو لا يعترف بالأخلاق ولا يعترف بالقيام الاجتماعية بل لا يعترف بوجود مجتمع هو يعترف بوجود جماعة ولا يعترف بوجود قوانين القانون لحد الآن مسألة غامضة بالنسبة العقل العربي المسلم لا يفهم معنى القانون لا يفهم معنى الدولة التشريعات أيضا بالنسبة إليها هي موجودة لكي يخترقها أو لكي يستثمرها أو يستعملها حسب حاجتي ما زال منظورة نظرتها للواقع هي نظرة دينية قطيعية إنها جماعتنا وجماعتهم فبالتالي هاي القوانين الموجودة لكي يعني مفروضة عليه وبالإمكان اختراقها لأن المرجعية الأساسية أو الكودة أخلاقي بتعبير صديقنا يقول إنه المرجعية هي مرجعية دينية فأيضا أنا مثلا هذا صديقنا فيه برضو هذا أعتراض آخر الناس أنت كده متفق مع عفيف الناس لا تستطيع تخيل العالم بدون إله راعي لهذا العالم بدونه يحسون أنهم في طائرة بدون ربان وهذا شيء مخيف بنسبة له يعني برضو عايز يقولك إنه يعني مش حيبقى حيبقى صعب أو مش حيقدروا إنه هم يتخيلوا العالم بدون الإله الراعي ما ممكن هذا الصورة اللي في صراح اللي صقها رجال الدين في عقول الناس أو رجال الصندة والسياسة لأنه يقول لك مثل قطة مغمضة أو مثل شات خرجت على القطيع في الضيع وهذا الرعب موجود عد الجميع وحتى كثير يبقى خلاص وكده يبقى مش حينفع إنه الناس تخرج إلا إنه ده يعني أساسي وهم خايفين فعلا إنه هم يسيبوا ده 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 تعليق الأستاذ الحسيني بن يوبا هذا هذا حساس مكتسب وليس أصيل موجود رجال الدين في كل شارع وكل حارة وكل زقار ويخرجون بكل التلفزيون يطلع لك بالجريدة بكل مكان ينخذك حتى يذكرك بأنه هو وصي عليك وأن خروجك على القطيع أو على الجماعة فيه التهلك ويقول لك وأيضا خروجك حتى استجابتك لنفسك هي فيها الشر كله وعليك لا تستجيب إلى نفسك اللوامة الأمارة بالسوء فهو داخل معاك حتى بغرفة النوم وهي تروح من عندك وبالتالي هذا مكتسب هذا الخوف مكتسب الإنسان حقيقي حتى يكتسب إنسانيته على أن يكون شجاع وجريء مقدام معنى المقدام مو معنى المقدام يعني في المعركة إنما مقدام بمواجهة نفسه ذاته مع الاكتشافه عليه عن لا يخاف وإذا خاف وإذا خسار دين خلن خسار دين وشو المشكلة يعني يعني ما الضير في خسارة المقدس بالعكس أعظم خسارة يخسر المقدسات أعظم خسارة يرتكف عن الإنسان أو يفوج بين الإنسان إنسان الحقيقي لن يكون إنسانا إلا عندما يكون قادرا على الخروج من أفق المقدس والتعالي على المقدس أو خروج من حياضه نهائيا والحساس بأنه كائن موجود داخل هذا العالم وعليه أن يحقق ذاته ضمن هذا العالم حسب ما يشاء وليس حسب ما يشاء السيد القطير أو شيخ الحضيرة شكرا طيب دا آخر الأسئلة كده ما في أتخذ لا دا أظن دا كان في بداية الحلقة خالص نعم المؤمن طيب كده إحنا يعني استمتعنا بهذا العرض للعلاقة ما بين الإيمان والإحاد ومشاكل كل منهما وإنه الحد الرغم من المزايا العديدة ولكن لا يكفي في حد ذاته وبالتالي فإحنا محتاجين يعني إن إحنا يبقى نبني أخلاق وتصورات جديدة وأعتقد إن دي يعني ممكن تبقى خلاصة معقولة وإن كانت مختصرة جدا للنادوة السرية أو للمحاضرة السرية اللي سمعناها ونلتقي في الحلقة القادمة وشكرا لكم جميعا شكرا وشرب أكون موجود في هذه القناة بكون الضيف الأول وأتمنى إلها النجاح المحاكمة وأتمنى هذه البوستات العظيمة أو اللي أحفل كثير في الفيسبوك تتحول إلى بيديوهات قريبة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة